بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام قناة المراعي لتسمين العجول بقار الحلب حلقة اليوم هنتكلم عن متطلبات اللازم توافرها لإنشاء دور التسمين سريع أو بمعنى آخر ايه هي المتطلبات اللي أنا لازم أوفرها عشان أعمل دور تسمين عجول أربع شهور فقط أطلع عجولي أو زي الربعمية وخمسين كيلو وربعمية كيلو فأربع شهور فقط هنتكلم عن المكان واختيار العجل المناسب وهنتكلم عن التغذية وهنتكلم عن الرعاية الصحية وهنتكلم عن التحصينات والمتابعة المستمرة بأنواعها سواء شهرية أو يومية وهنتكلم عن أنواع السلالات السلالة البلدي والخليط والمستورة وهنجد في الآخر خلط تسمين كويسة وفي النهاية خالص هنقول بعض النصائح اللي يجب توافرها قبل بدء عملية دورة تسمين في الفيديو اللي عاوز يشترك في الجروب والويتس آب هللاقي الرابط أسفل في التعليقات أول حاجة هنتكلم عن المكان المكان عشان أوفر مكان أعمل دورة تسمين عجول المكان اللي هوفره لازم يتوفر في شرطين يكون ذات التهوية جيدة صيفا وذات التفئة جيدة شتاء يعني المكان يكون يتخلل الهوى وجيد وفي مراوح صيفا ويكون دافئ للعجول شتاء لأن العجول لو أنت مدفتهاش الشتاء هتضطر أنها تأخذ من الطاقة اللي هي الأكلة اللي بتاكله وتولد بيه تدفئة نفسها وكده أنت ما قدمتش العالفة المركزة المطلوبة أو السليمة للعجول ده المكان طيب المكان في حالة لو العجول مربوضة العجل الواحد بيحتاج متر ونص عرض فطول تلاتة متر يعني متر ونص عرض فطول تلاتة متر طيب لو العجول سائبة لو هنقول 12 متر ف14 متر تكفي الخمساشر عجل ده بنسبة للمكان سواء مربوض أو سائب أو مطلوب وتدفئة شتاءا وتهوية صيفا ده بنسبة للمكان طيب بعد كده نيجي نتكلم عن اختيار العجل اختيار ذات العجول اللي أختارها أنا دورة تسمين دي دورة تسمين سريعة ما ينفعش أليب عجل المريض وقد أعالج فيه يبقى أول شرط في اختيار العجل في اختيار العجول العجول ذات الصحة جيدة أختار العجل يكون خالي من جميع الأمراض أتأنى وأبص في العجل كويس أبص في صرة العجل أبص في جسم العجل أبص في عين العجل أبص في فوق العجل أفحص العجل فحص شامل تمام طيب تاني حدث في اختيار العجل أن العجل يكون وزنه من 250 ل300 دورة تسمين 4 شهور لازم يكون العجل ما يقلش في الوزن عن 250 لغاية 300 كيلو إجراء طيب ده بنسبة لإختار العجل طيب أليدي نتكلم بعد كده عن التغزي العجول من وزن 250 هتحتاج تغزي متوازنة في الطاقة والألياف والبروتين عندنا في الصعيد حق زرة على ردة وبس مفيش بروتين العلفة لازم تكون هي طاقة اللي هي تتمثل في الزرة والقمح والشعير أو البلح البروتين اللي هي تتمثل في كسفول الصوية كسف بعباد الشامس كسف بزرط القطن كسفول الصوية الأكساب عامة طيب الألياف تتمثل في القشور بتاعة بيستقشفول البلدي قشفول الصوية قشفول السوداني أو الردة تمام ده الألياف طيب يبقى العلفة لازم تكون توازنة من جميع الجوال من الطاقة والبروتين والألياف طيب أنا أحتاج العجل من 250 إلى فوق يعني من 300 إلى 250 إلى فوق أن البروتين لا يقل عن 14% طيب أنا في نهاية الفيديو هجدملكم خلطة من 14 إلى 15% بروتين طيب العجل بيأكل فيه في التخزية بيأكل 2% من وزنه أعلاف مركزة طيب التبن بيأكل من نص إلى 1% ده علفة مالا طيب تعالي كده مع بعض نحسب العلفة المالا العلفة المركزة نحن نقول أنه 2% من وزنه يعني العجل هيحتاج لهو 100 كيلو هيحتاج 2 كيلو علف لهو 150 هيحتاج 3 كيلو علف لهو 200 كيلو هيحتاج 4 كيلو علف 150 كيلو هيحتاج 5 كيلو علف مساود للتب طيب بيأكل فيه بقايا كثير جوي متبقى كثير جوي يبقى تخفض كمية التب طيب بيأكل فيه بقايا وسط كده يعني كانت زي ربع كيلو أقل من 3 كيلو يبقى معناها أن كمية التبن ده كويسة على العجول دي حساب عملية حساب العلفة المالة طيب بعد كده فيه حدث ما الرعاية الصحية والرعاية الصحية دي أهم حاجة جمعا نجاح الدورة كله بيتميز في التغذية والرعاية الصحية الرعاية الصحية أول حدث تقبال العجوة على حكلة مضاد حياة واسعة المفعول ليه لسببين لمقاومة الأمراض حموة النجل والأمراض الترفوسية أنا العجل لما بيتنجي أنا العجل بيروح السوق بيتحرك من مكانه ممكن يسفر ثلاثة أربعة ساعات عشان يروح السوق ويفتط طول الليل في البرد موجود في السوق فالشيء طبيعي ممكن يأخذ التهابر أو معايا أو يأخذ حموة النجل فلازم استقبل العجل على حكلة مضاد حياة واسعة المفعول وتاني ودي له رفع مناعة لما تدي له رفع مناعة ومضاد حياة بيقاوم مع العجل بتخلي مناعة العجل ما تنهارش في تاني يوم أبدأ على طول من التجريعات تجريع جدان الكبيرية والمعاوية ويفضل التجريع من خلال الفم بلاش الحجل الحجل كويس بس أنا بفضل الفم هاي بتجريع لمجد خمسة أيام وبعدين تنقضع خمسة عشر يوم وبعدين ترجع تاني خمسة أيام طيب بعد التجريع هتبدأ عملية التحصينات التحصينات عندك تحصيل حمو قلاعية وعندك الجلد العقدي التحصينات دولة بدل لو انت دورة عندك بتعتك أربع شهور تدي تحصين واحد حمو قلاعية وجلد العقدي طيب لو الدورة هتوقع دكتر من أربع شهور ادي التحصين وبعد واحد وعشرين يوم تاني ارجع ادي التحصين تاني اللي اسمها الجرعة المكاسفة عشان من العجل ما يحتاجش منك تحصينات خالص وفي حمو التلات أيام وحمو الموت المفاجئ دي تحصينات بتاعتك طيب هنتكلم بعد كده على المتابعة المتابعة دي في حاسمة متابعة يومية ومتابعة شهرين المتابعة يومية اني انا صباحا ومساءا أقدم الأكل للعجول أفضل قاعد ما يقارب ربع ساعة إلى تلت ساعة أشور أراعي شهية العجول والعجول ذات الشهية القوية والعجول ذات الشهية الضعيفة أبحث في العجول ذات الشهية الضعيفة إيه السبب اللي بيخلي الضعف الشهية عند العجل أفحص العجول يوم تبعيني على العجول أفحصها العجل مريض في حاجة العجل بيزك العجل بيعنه تعباه العجل علي جراد يعني ابتهابها يومية فحصة اجدم الاكل الصبح اقعد تلت ساعة افحص العجول اجدم الاكل في ليه اقعد تلت ساعة افحص العجول دي حاجات لابد فيش بفر منه غير كده يبقى انت ممكن العجل بي عندك مريض وتكشف مرض وبعد ثلاث اربعة ايام طيب المتابعة الشهرية انه انت لازم تيدي كل شهر توزن العجول لين نوزن العجول عشان نعرف معدل التحويل العجل البلدي بيحول مثلا من كيلو متين جراد انا يبقى طلب مني في الشهر ان يحولي ما يجلش عن اتنين وثلاثين كيلو ثلاثة وثلاثين كيلو لو انا لقيت اجل من الثلاثين كيلو يبقى كده في خطأ ابحث لما انا اوزن العجول لو انا معدل التحويل جل عندي هكتشف والحاج نفسي وابحث عن الخطأ اللي هو ادى الي التراجع في معدلات التحويل واقدر عالج الامر بسهولة غير لما تباعد الدورة تخليها من باش فيه ميزان ومن فيش متابعة طيب دي بالنسبة للمتابعة الشهرية ومتابعة اليومية هنتكلم عن انواع السلالات عند سلالة البلدي وعند الخليط وعند مستوى هنتكلم انه نتكلم عن البلدي تحويل يعني يقارب الكيلو الخليط من كيلو متين جرام الى كيلو متين جرام الى كيلو متين جرام تلتمية في الحدد دي طيب انه هو الخليط المستورد من كيلو نص الى اثنين كيلو يومي ده معدل تحويل يومي المستورد فيه من السلمنتال والهيرفورد والشارولي والبراون والهنشتاي والانجلس انواع كثيرة من المستورد المتوفر عندنا دوقتي الخليط الخليط افضل من البلدي في التحويل بس اشتاء يعني مواصفات العجل يعني ادي بالعد لهزاة المواصفات يعني يكون عجل يعني منتد اللحم ما فيه ابقار منتدية للحوم عجولها بتقبية كويسة وفيه ابقار منتدية للالبان عجولها بتقبية وحشة تمام اختار العجل كويس طيب تعالوا بعد كده نعمل احنا مع بعضنا خلطة العلف اللي هتنسب 500 اللي هي من 14% الى 15% 550 زورة 250 ردة 100 كيلو كسف فلسوية 100 كيلو كسف بزرة القط الخلطة دي هتنسب الاوزام من 250 لل300 وممكن تفنش بها اخر حاجة مع بعضنا هنقول انه صح اول حالية يجب ان تبدأ دور التسمين في فصل الربيع يفضل تكون في فصل الربيع او الخريف لاعتجال الجو فيهم لاعتجال الجو في الفصلين اللي هو الخريف والربيع طيب بعدها نقول يجب ان يكون المكان واسع ومريح واسع يعني انا العجل بياخب مثلا متر ونص في ثلاثة متر ما تدولوش متر بس في اثنين متر كده المكان ضاق عليه لازم يكون المكان واسع العجل ياخب مكان واسع ومريح وزاتة تهوية جيدة في الصيف وتدفئه في الشتاء طيب الماء اللي انا بقدمه لابد ان الاحواد بتاعة العجول تكون نظيفة انظف الاحواد بصفة مستمرة تراكم البكتيريا في الاحواد بيسبب امراض للعجول وبيسبب اثر على الكبد وبيخليها تراجع في معدلات التحويل فلازم يكون المياه عندي نظيفة ومكونش نسبة الملوحة فيها عالية او انا ابتعد عن المياه اللي فيها نسبة ملوحة اصلا اخلي المياه اللي قدر تشرب انت يشرب منها العجل لو انت تقدر تشرب دي اشرب بالمياه دي ادي منها العجل طيب اخر حادة هي الاضاءة خصوصا في فصل الشتاء لابد تكون الاضاءة جايدة في فصل الشتاء احنا بنقفل في الليل بالذات فلازم تكون الاضاءة لهم بالنسبة لهم بتكون جايدة يعني انا لما اوفر مكان جيد الارض نظيفة الارض ما تكونش الروس مرتفع والعجول اللي بحطة في رجلها وفي فصل الشتاء واقول لعجول سبب التهاب رأوي الشيطة بها العجول هتصاب بالتهاب رأوي لان انت سايب العجول في المياه يعني نظفت الارض ونظفت المكان ونظفت المياه ونظفت التهوية ونظفت التسمين حتى لو يعجل مئتين كيلو سديقنا هتوصل به الربعمية وان شاء الله تعدي به الربعمية هتقدر تبدأ المهم ان انت تبدأ وزي ما قلتنا قلتنا حضراتكم ان مشروع التسمين بيجدد نفسه كل اربع سنين يعني انت لو بدأ مثلا باربع عجول المفروض بعد اربع سنين يكون معك اربع تنين دي قناة مراعة تسمين العجول اتمنى مشاهدة الفيديو والاشتراك